في موقف آخر لافت لحكومة الطالبان أوصت الحكومة سائقي الحافلات بالتوقف عن السير في أوقات الصلاة لتأدية الفريضة في وقتها جاء ذلك في بيان لوزارة الدعوة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس الأحد وحسب البيان أوصت طالبان سائقي الحافلات بوقف عملهم في أوقات الصلاة الحقيقة مثل هذه المواقف لطالبان تغيظ الغرب وتغيظ علماني الغرب والشرق ينتقدونها مدعين أنها تضيق على حرية الناس وعلى حقوقهم لكن الحقيقة هذا واجب من وجبات الدولة هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعبيد الناس لرب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة وما أعظمه من موقف عندما يتعلق بإعانة الناس على أداء الصلاة للوصول بهم للسعادة الحقيقة في الدنيا والآخرة اشتركوا في القناة